قتل الفرنسيس في اتفاق القرض ٦٢٠ مليون قالوا أن نأخذوا ٦٠٠ مليون ولكن الأمناء التي سيجمعها ويصفتها الأمناء رفضوا، المجلس رفضوا، السلطان رفضوا هذه المرأة قالوا لا جزيرة الخضراء قالوا أن نأخذها ٥٠٠٠ مليون ولكن واحد دينا فرنساوي دينا سيقلس في الميناء المؤتمر بالجزيرة الخضراء الذي تمت الإشارة لهم في حلقة السابقة حضرة ١١ ديال الدول حضرة الدول الأوروبية النافذة قوية وحضرته أمريكا وحضرته روسيا على أساس أن أمريكا رجعت قوة رجعت عندها الصيط ديالها والقوة الاقتصادية ديالها والقوة العسكرية ديالها روسيا كانت من أقوى الأمبراطوريات في أوروبا لأنها تبدأ في الورال في الجبال وتمشي احتل يعني احتل الأواخر ديال آسيا وكان الأمبراطور ديالها قوي إذن هالتوازنات الأوروبية المشكلة المغنبية بعد عاد شوية هالتوازنات وظهرت واحد الأطمع قوية نحو المغنب إذن كان اقتراح ديال مليعب العزيز بتشجيع ألماني باش يكون مؤتمر دولي كان غادي يكون في المغرب لضروف داروه قريب من المغرب داروه في الجزيرة الخضراء إذن في الجزيرة الخضراء نعقد المؤتمر اللي فيه تلتاش ديال الدول وكان فيه يعني واحد العدد المترجمين لأنه كان الألمان تيهدرو بالألمانية والفرنسيس والسبليون والروس وكذا يعني هاد ترجمات ديال الجلسات المشتوحة كان فيه واحد العدد صعوبة خاصة وأن الناس اللي تيهدروش هاد اللغات الأجنبية لا تطريس عند شوية ديال السبوديونية والمخرين عنده شوية ديال الفرنسوية لأنه مجوج من الناس اللي يقرأوا حسب الطريقة التقليدية القديمة كان عندهم ترجمات ديالهم تهما ولكن المهم اللي كان متير في هذا هو الخلاف الألماني الفرنسي كان واضح الخلاف البريطاني الألماني كان واضح الرغبة الإسبانية للسرعة في القرار لأنهم بغوا يدخلوا للبلاد لا يبقوا بغوا ينتظروا القرار الفرنسي الحزب الاستعمالي الفرنسي ضغط وتقول إحنا جاهزين الجيش ديالنا موجود في وجدة والجيش ديالنا موجود في البواخير مع المارين رايقولون نشنو كاين نهبطوا البشر ألمان الأمريكان غد تكون ترتلون حاجة مع المارين قد نرجعوا لها روسيا بدائيا ما كانش عندها تطلعات ولكن ما بغياش ألمانية تقوى لأنها هي اللي مقابلها في الحدود ما بغياش تقوى إذن من الأحسن ما تاخدش حاجة في المارين الأحسن تبقى بعيدة هالطيارات غادي تبني في الجلسات العامة وغادي تبني في الكواليس غادي يكون واحد العامة في الكواليس ما يمكنكش تصوره بحيث سيريا تجتمعوا الألمان مع الإنجليز باش يحاولوا يتعامروا على الفرانسيس سبليون تيمشي ويضقوا على مثلا على الطاليان يقولون إحنا كذا كذا أجوا تعاوننا الله يبيعكم كذا كذا الروس تجتمعوا مع الإنجليز باش يضغطوا على ألمانيا ما تكون شكوا إذن اللعاب في الكواليس خدام الناس دياننا تتبعوا الوفد دياننا تتبعوا تيحبر بعض المرات ما تيحبرش طوريس تيحبر يلاها المقري بعض لو أحد المرة المقري اختفى تيتحبل لهم خطفوه ولا قتلوه وكان واحد حكاية جميلة جدا لأنه عبره وجعل طانجا ومشاه عنده واحد الخليلة ديالوك ده معاه واحد الأيام وما اكتشفوه إلا المخابرة الفرنسية في طانجا في الآخير علش غدي يكون الاتفاق ذهذا يكون كله اتفاق على المغرب هتكون شروط مجحفة مراقبة قوية على الموانئ المغربية قبل الفرنسيس اتفاق ديال القرد ديال 62 مليون قالوا أن ناخدوه 60% ولكن الأمناء وما اللي غادي يجمعوها ويصفتوها الأمناء رفضوا المجليس رفض السلطان رفض هاد المراء قالوا لا جزيرة الخضراء قال ناخدوه يا لا 50% ولكن واحد ديالنا فرنساوي ديالنا غادي يجلس في الميناء قدام ذاك الأمن من اللي قبط الأمن مياه هو ياخدوه 50% وحنا ناخدوه 50% سفيو بلاس في نفس الموقع وقسموه بيناتهم مثلا فرنسا غادي يجلسوه في الرباط وفي الجديدة وفي الصويرة وفي أسفي قدام الأمن اللي تيمتل الدولة المغربية غادي يجلس واحد فرنساوي معاه قبله غادي ياخدوه 50% في الشمال غادي يكون سبليوني في التطوان وفي العريش وجوج مدون غادي يكونوا قاسين هما بجوج سبليوني والفرنساوي الطنجة والضر البضاء لأن المداخل ديالهم مهمة نسبة بحل العريش ولا بحل آآس فيه مثلا إذن ها هما هذا القرار الأول غادي يديروا أحد الشرطة اللي غادي تراقب هاد العملية هادي يعني غايجيوا ناس باللبس ديالهم بالفردة ديالهم اللي غادي يراقبوا هاد العملية تجاريين غادي يفتحوا الباب غادي يفتحوا الباب باش الانجليز يجيوا يديروا التجارة ديالهم بحل يبغاوه والألمان غادي يجيوا يديروا غادي يديروا واحد البنك هو البنك الدولة هو البنك ديال اليوم وغادي تكون فيه واحد المساهمات في الرؤوس ديال الاموال مختلطة أوروبية ولكن فرنسيس غادي يكون هما اللي المسؤولين على التسيير ديالهم يعني هما اللي غادي قبطون مالية ديال المغرب إذا ها المالية ديال المغرب مقبوطة ها الموانئ الدخل والخارج هما دياله 50% ها التجارة الحرة موجودة شنية التجارة الحرة هي دخل المغرب واحد العدد كبير ديال المواد المصنعة في أوروبا منعكس دياله شنو هو منعكس دياله غادي يكون على الصناعة التقليلية في المدون وفي القرى في المدون ناس موافته تلبس بلغة غايجيبوهما السبرديلة غايجيبوهما السندالة وغايجيبوها رخص البلغة تتسوى مياه وغايبيعلك السندالة هي بخمسين المغربي غايجيبوهما السندالة لي أول مرة غايجيبوها عظيمة القضية هذه غايجيبوهما السندالة سندالة تتربط عما تتقجزة غايجيبوهما غايجيبوهما الحساير مثلا مدينة السلاة كانت مشهورة في المغرب كانت فيها أكثر من 80 مامن اللي تصنعوا الحساير جوامع في المحلات ديال الأولياء فهذا كان كل شي حساير حتى في البنايق اللي كين في دار المخزن كان له الحساير وما غايجيبوهما شي حاجة ديال البلاستيك أولا فيها ألوان زويلة ثانية مخفيفة ثالثا نرخيصها فالنس يبتيش ليوا صحيح صحيح غايجيبوهما مثلا نحنا تنطيبوه في الطاجين والقدراه والغراف غايجيبوهما السطل السطل مزيان وصحيح ورخيص غايجيبوهما الغراف مزيان ما توقعش تشوف ذاك الغراف ديال 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 الطين اللي تي تهرس وخصطليه بالبياد وخلسيني انتشي حاجة أخرون غير البياد شنو هي ما بقيتش عاقل البياد القطران ايه اذا هدا غادي يمس غادي يعطيك البطالة في في البادية كذلك البادية عندهم كين المحلة التي تديرو الزربي كين المحلة التي تديرو حتوب ديال الجلالب كين واحد محلة التي تديرو الشروجة كين الشروجة مقسمين فيهم فيهم قنباء فيهم الجلد فيهم كين المحلة اذا هدا غادي غادي خلي الناس تغوت تقول هدا منكار يدخلون هالشي لبلادي اذا هادي هي نتيجة ديال مؤتمر جزيرة الخضراء ثم اخيرا غادي قسموا المغرب بين فرنسيس وبين سبريان هدا وغادي قرروا تحت الضغط ديال الانجليز تانجا تكون دولية علاش لانا تانجا جابت مقابلة مع جبل طارق مخصوم شي واحد يجي يساهم في حصار ديال الجبل طارق لانا الانجليز في المات يدفزوا مع سبليون سبليون تيشدو عليهم تقطعوا الماء والدوز تأخذوا الماء من المغرب الفواكه من المغرب الخفز من المغرب الزيت من المغرب الى اخرى اذا الحركة بغين يحافظوا عليها لهذا الطنجا كانت دولية فهذا وقت هذا سبقنا نهضرنا على بوحمارة في الشرق سوف ندرو على واحد شخصية في كل حصان للعبات واحد بوحمارة بوحمارة تقريبا في جميع كتب التاريخ كان واحد اطروحه على بوحمارة الفتان بوحمارة يمكن هذي واحد خمسطاش العام والعشرين عام باللغة الفرنسية اطروحه على بوحمارة يعني مئتين صفحة وما تيدرو على الرجل الان غادي جينا واحد اخر تهواء تكون عنده واوسي الشريف احمد الريسوني احمد الريسوني احمد الريسوني اخلاق في انتصى في القرن التاسي عاشا و يمكننا نقوله بأنه كان من شخصيات الوازنة القوية في جباله لأنه اصله من جباله كانت يراقب منطقة الفحص الفحص يلي اللي قريبه من طانجة يلي تمكن منها الانسان يهجم على طانجة ويراقب طانجة ما زلانه الهدف ديالو سيكون بش من طولوش العملية هوة تكون عنده واحد الشرعيه في الحكم ده ذلك المنطقة ما كراش يحكم التطانجة ولكن لا بد بش يحكم هذا الفحص ويحكم هذا الميت ثم كان رجل هو كبير وطخير ولكن كان رجل تفلت وطيدخل لجباله جباله كانوا يعني تبغيوا شريف ريسوني ضد نصارا هنا كان جوج ديال الأطواحات نقول لهم بجوج انا متل حكمش على هذه الأشخاص انا فقط سنعطي المعلومة المعلومة هي الأساسية في هذا الموضوع كي الناس يقولوا بحلوة عدد الكتاب معناه بريغو قطع الطريق تخطف الفلوس وتخطف الناس وكذا وكذا وكي الناس يقولوا لا هذا كاميرا أولاً تشتغل تحت السلطات بحلوة الأمير المؤمنين ديال السلطان وأنه معمره مخرج على الطريق وأنه كان تضرب استعمار وتضرب كذا والدليل هاد الدليل تيعطيه بجوج اللي تعتبره قطع الطريق تقول لك تخطف الأجانب وتبنوا تصدع المغرب وغادي ينتعرضوا بعض الشخصيات اللي تم اختراطها وهدو اللي هاد الدليل يقول لك يا تخطفهم ولكن باش يخلع الأجانب يمشيوا بحالهم ومبقاش يدورنا في المغرب وكين واحد عدد ديال الكتوب اللي صدروه بعد الشرفاء الريسونيين اللي تدفروا على الأطروحة التانية هادو مجلوج ديال الأطاريح اللي كانوا مطروحين في إطار هادو هادو المخاض اللي كان في المغرب الريسوني غاد يخطفوا واحد المريكاني ومعها شي مريكاني أخر ودخها ولا ودخها ولا ودخها ولا شي حاجة على كده اسميتو بير كاديس تتعرفوا المريكان اللي تتخطف له شي واحد المريكان كله تتزازع سبحت تصور ده الريسوني بالصحافة الأمريكية اخطف جوجد المريكاني أول حاجة غايد يقول المريكان غادي صفتو استاد البواخر عسكرية المياه الإقليمية المغربية اراد تدخل المريكان ما تيبداش تلدابا اراد ديك ساعة يتخطف المواحد صفتو استادي البواخر العسكرية نستعد ده تضرب تحطم طنجا إلى ما تقتلهاش بير كاديس ديالها والأخر اللي مخطف معها وغادي سير بمفاوضات وغادي سير تدخلات وغادي سير بالمالك السلطان غادي سير تشي واحد اللي غايد دخل والمندوبش تانجة غادي يحاول يعني يخفق من التوتر وغايد خلو معا في مفاوضات واخيرا غادي يوصلوا معا سبعين ألف دولار أعطيه سبعين ألف دولار نطلقه أعطيه سبعين ألف دولار وحسبوه على المغرب المغرب اللي غد يدفع وخداوه من الناس دياله ونطلق الأمر يدهس واحد شوية وغد يخطف واحد الإنجليزي هذا الإنجليزي اسميته ماكلين شكون هو ماكلين؟ ماكلين هدا واحد الكولونيل اللي كان في جبل التال اللي غد يدخل للمغرب واللي غد يخدمه للحسن يدرب له الجيش هو اللي غا يصبح تعيطه له القايد أرجع بحاله بحال القياد اللي كان يدار المغرب القايد ماكلين وغد تكون عندون وفود كبير هدا غادي يخطفو عاود غا تبقى يلا سير تفاوض كدا كدا غادي يحكمو ألف ليفر ستالينج غادي تخو غادي ياخد ألف ليفر هاد العملية هدي خلت أولا السلطان يضايق منو خلت الأجاني في طنجم خلوا عين منو اللي غادي يكتب عليه مزيان في هذه الفترة هو واحد الصحفي الإنجليزي اسميتو والتير هاريس هاريس عنده جوجة الكتوبة واحد من الكتوبة ديالو تيهبر فيها على أحمد الريسولي لماذا؟ لأنه تاود تخطفو خطفوه الدهل عندو وتيهدر المحل اللي كانوا مقبوض فيه وكيفاش كانوا تعطيه المكلة قصر أصيلة قصر اللي كان أصيلة لسلطان ده في الأخير ديالو اللي غادي يعينو وليحفاد هو الحاكم ديال منطقة وغادي يعطيه أصيلة بحال يبريتي تسكوله بحال العاصمة ما يمكنهش يعطيه تانجا اللي قريبة للتانجا هي أصيلة غايدخلها وغايدني فيها واحد القصر القصر يطلو على البحر قصر جميل وكبير وغادي سكون فيه البشد أصيلة اللي هو ولده فيما بعد واللي الناس غادي هاجموه في بداية الاستقلال غادي بغي يحرقوه جزء من هذا القصر لأسباب إطار واحد فوضى منظمة كانت بداية الاستقلال إذن هذا هو الريسوني الريسوني غادي بداي بما أنه أخذاء السلطة دبالآن وظاهر التعيين مليحفاد غادي بداي يوسع ها وكان عنده الحفز في جباله غادي ياخد جباله غادي يوصل الجيه التونات غادي يوصل لكذا غادي يدخل في الريف من ليه غادي يدخل في الريف بداية العشرينات ما عمان غادي يستضم غادي يستضم مع الكريم الخطابي عد الكريم الخطابي غادي يدير له واحد الحيلة وغادي يقبطوه ويدخلو للحفز وغادي يبقى في الحفز تيموت 1925 هذا إذن واحد من المغاربة اللي يعني ضاعفه من المشاكل ديال المغاري ضاعفه من المشاكل دياله وهو حمد الريسوني الآن وصلنا لتطبيق ديال المسائل ديال الجزيرة الخضراء قلسو الناس في الموانئ تيحسبو جاو البوليس كده كده بدات السلاع تدخول وحنا قلنا تتأثر على صناعة تقليدية هنا غادي يوقع مع أحد ضغط نهائي على عبد العزيز كلهم غادي يتفقوا لأن دا تتفقوا هما الإنجليز وفرانسيس والألمان والمريكان والروسيا تتفقوا كلهم على ذلك غادي يقولوا لغة توقع على النتائج علاش؟ لأن الوفد المغربي توريس والمقري واللي كانوا من اللي الخرين وقعوا ووقعوا ووقعوا هما قالوا بحنا ما نوقعوش الوفد المغربي يرجع من الجزيرة الخضراء دون أن يوقع معناه أن البلاد اللي هي عليها بجموعة شرية كاملة ما أعطرفت ما أربعت ما قبلت في السراكة السلطان من اللي شاف الناس اللي صفته قالوا قبله قالوا أنا ما قابلش هنا المشكلة ما بقاش مع الدولة عجعت مع أحد المؤتمر منعاقب عنده وحد شرعية دولية كلها ضغطة عن المغريب يعني المغريب ما بقاش دولة مستقلة سوف يتقسم اللي أعطاه هذي آخر آخر الصمود اللي أبغتي تقول اللي ممكن في محاولة على الأقل لتأجيل لكن في منتصف يونيو غادي ترمو لي عبد العزيزي وقع ما اللي غادي وقع هذك المجلس غادي اعتبر التوقيع دياله خارج شرعية الناس غادي يقولوا هالمغريب تباع يعني الناس ما حارفينش هاد هاد التدخل الدولية وهالتطورات وهاتش مجموع والمغريب غادي يدخل واحد واحد المرحلة جد خطيرة جدا هاد المرحلة شنو هي هي سنة ألف وتسعمائة وسبعة هادي سنة مخصناش ننساوها أنا حضرنا على ربعات على خمس ساعة كلها كانت مهمة ولكن سبعة هي أهم سنة في العشر سنوات الأولى ديال القرن العشرين حلاش هي المهمة لأنها تنفجر فيها وحل عدد ديال المشاكل وغايدخلوا فيها الفرنسيس وغايدخلوا فيها السبليون أقول الآن ما بقاش الديبلوماسيين تتحركوا ما بقاش القنصل تتحرك الآن جيوج تحركت فرنسيس بحل عدد نص بليون مرفزين غادي تنرفزوا أكتر وباريس غادي تضغط الحزب الكولونيالي الاستعماري غادي تضغط المنظرين الاستعماريين في الجزائر غايدغطوا الجيش اللي كان ديال فرنسيس في الجزائر غادي يتجمعوا يجيروا إجدا وفي هذا الجيش هذا المغربة غادي يتشوح الحاجة اللي ما غادي يفهموهاش في ذاك الوقت غادي يقول لك حنا من الجزائريين جاو يتلغونا الهجرة ويتخبهوا عن هنا ويعيشوا معنا استخدرناه وزيان وبنسوا داروا جمعية دياله العلماء دياله معطيناهم ديور وعاشوا فيها ويتقري في القراويين ووجعوا قوضات العلماء دياله معطيناهم عدول تيتسرى وتيربحوا اللي تعرفشي صناعة تقليدية رامشح اللحنوت ووجع خدام اللي ما عندوش الدولة رات تعطيهم من الأحباس تتخرج لهم الفلوس تتخرج لهم المونات تتخرج لهم في الأعياد الكسواء ما فهموش الجيش الفرنسي من اللي غادي يدخلوه جدا غايدخلوا معاه طوابير ديال العسكر الجزائريين جزائريين هذي السلح في الجيش الفرنسي ودخلين واحد الأرض اللي هي أرض الإسلام واللي هي أرض يعني عالجت معاهم مشاكل ديالهم واحد النوع من من الأداب من النخوة من اللي بغيت كيفاش تقولها هذه غا تكون واحد صدمة عاود جديدة بالنسبة للرأي العام اللي هادا غادي تأثر رأي العام امتداءا من هذه الفترة هذه من وجود جيوش ديال مسلمين جزائريين داخل الجيش الفرنسي غادي لحظوها كذلك الجيش اللي غادي ينزل في الدار البيضاء فيما بعد من البواخر غادي يجلو كذلك وحدات عسكرية لجنود مسلمين بالنباس ديالهم الاسباي وغادي يدخلو امتداءا من هذه الفترة من المغاربة دخلو الجيش الفرنسي ما دخلوش للجزائر خدمو هنا بلادهو وخدمو في الحرب العالمية الأولى وخدمو في الحرب العالمية الثانية هذا النوع من الصعوبة الفهم لأن مسلمين مع مسلمين يعني مسلمين دخلو الواحد بلادهو المسلمين باش يحتلوها النصارة هذا هو اللي طرحه أحد الإشكالية طرحه إشكالية كذلك تح عند العلماء تح عند العلماء هما أدانوا الدخول والاستعمار ولكن غادي يديروا واحد إيدانة أكتر المسلمين اللي يدخلو دار الإسلام إذن هذه الحلقة السادسة اللي علز فيها أساسا الجزيرة الخضراء والنتائج ديالها وشخصية مهمة كذلك مع الفرق في الحكم عليها وهو شريف أحمد الليسون